الدخلية برضو يستحكي الإشارة النهاردة ده هو الأساس النازل نبدأ بالدخلة يعني بصة كريم الدخلية أهضر النهاردة الفوز وأهضر الفوز مش عن طريق يعني مرة أو لقطة في ساعات الأندية والدخلية تعادل الدور الأول مع الزمان كان هو المتقدم بس ما عملش كمية الهجمات والفرص اللي مارسها تعال نشوف الأول كابتن على لعب عالي اللي التحية يعني كابتن على لعب عالي أي حد يتوقع أن حي لعب الجيم الدفاعي والخمسة ودفعين الرجل لأ النهاردة لعب أربعة على فكرة كابتن على عبد العالي بدأ من بداية اللقاء هو آري جدا ده متوسط تمركزات الدخلية النهاردة وليد مصطفى اللي هو رقم 32 اللاعب اللي هو كان جاي من النادي الأهلي لعبه في التلت الأخير بقى عنده البنوني ولعب يعتبر نجم اللقاء وتحتيه سمير فكري وتحتيه اللي هو تمانية وتحتيه وليد مصطفى وتحتيه كان رقم 28 زاهد اللي أربعة دول أزعجوا الزمالك جدا الراجل بدل ما يهاجم كان بيدفع بخمسة ويبقى المجموعة الهجومة متكونة من ثلاثة لا أرى اللي الزمالك بلعب بمساك واحد فزود الضغط الكبير على مساك الزمالك واللي اتنين المسندين ليه وزود لاعب في التلت الأخير على حساب اللي هو الطريقة اللي احنا حفظين بها كابتان عالعب علي فهو قرية منه للجيم ممتازة فجأة الزمالك وعايز أقول إن الزمالك سجل هدفه الأول بدون أي محاولة يعني هي أمطرك بدون أن تبرق ولا سمعناش لا رعد ولا برك هو كان الهدف كل المحاولات اللي في البداية كانت لصالح الدخلية الدخلية كريم من أول الدوري في المعدل كده قبل موتش الزمالك بيعمل عمل 85 محاولة صحيحة على المرمى يعني بيعمل ثلاث محاولات في المباراة في المعدل تعال بقى نشوفوا النهارده الدخلية عملت كم محاولة عدد محاولات الدخلية عشان نتأكد إن الدخلية النهارده كان غير الدخلية اللي بتلعب أي مباراة في الدور انتهج نهجي هجومي تخريع عملت حوالي 3-3-6-8-10-12-13 محاولة قريبة من رقم الزمالك اللي هو 12 وده يحسب للدخلية بس عمل خمس محاولات على المرمى الزمالك عمل ثلاث محاولات بس خمس محاولات على المرمى اللي هو أكبر من المعدل اللي الدخلية بتعمله في العموم ولو تاخد بالك اللقطات الأولى كلها للدخلية تعال نشوف بقى باللقطات محاولات الدخلية ومش محاولات كده ما أنت فيه ساعة إيه أنت بسشوت من نص الملعب البرامج الإحصائية ساعة التزديدة من نص الملعب بتتحسب محاول لا أنت بتتكلم على محاولات جيدة جدا دي كانت من بداية اللقاء وشوف بقى استخدام دايما هو كان استخدم البانوني إزاي البانوني هنا رايح بيعدم حساب عم مجيد اللي هو استخدم لاعب عنده مهارة عالية جدا اللاعب بتاع منتخب مصر الأولومبي هنا اللي ساعب كان حطم سكر بص هنا الهجمة اللي بعديها الهجمة دي اتحسب التسلل وانا في رأينا الكرة مش تسلل يعني هي لو كانت دخلت جون كان ممكن تتحسب يا ردت من القايم لسامير فكري تبتتكلم في فرص خطيرة جدا بيستفاد فيها من الزيادة اللي جاية احنا بتتكلم على دايما الهجوم بأربع لعبين يا كريم مش تلاتة يعني من الدخل الهجوم دايما بتلعب كذا لا هنا وهنا بص مرحلة بناء لعب اللي هو بيفضي لاعب واثنين وتلاتة وبص الهجمة بتروح ازاي هنا علي الزاهد والبنوني ووليد مصطفى التلاتة مع سامير فكري ارهاقوا جدا جدا مدافعين الزمالك هنا بص هنا ضغط يعني هنا ضغط بقى ضعف الضغط اللي في الزمالك يعني بص هنا يا كريم الكرة دي قد ما هي يعني مشاكل الزمالك مع تميز الدخلية هنا اخطأ هنا في التمرير من عماد السيد ولكن بص هنا ضغط الزمالك ضعيف سلبي جدا بص اللعبة بتروح برا حبص روقة بيضغط ازاي واللعبة بتضغط ازاي شكبال بيضغط ازاي دي طبيعة شكبالة برضو لا 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 بس أولك حاجة في الكرة دي والكرة اللي قابلها هلعبت الزمالك حرفية انتيها في الملعب اللعب برضو الواجب المركب بقى مركز ومركزين انا انا حلعب قدام واما ارجع بقى في مركز الفلاني اللعب شواء وبينسى كل ده ولو اللعب كمان مرهق بدانيا في التدريب هتلاقي اللعب نازل بيش قادر يعمل اي حاجة لو الناس بتبص على فرص الدخلية دايما بتلاقي خمسة بيهجمه اللعب الزيادة اللي حطه الدخلية كلها فرص خطيرة جدا الضغط هنا بتاع الدخلية وبصوا الكرة دي كريم هنا لازل رشيد عشان يلعب له بقى الحاجات السقطة اللي بتتلعب وراء طفاع الزمالك ممكن الكرة هجمة في التانية اللي بعدها على طول بتيجي اللي جات منها ضربة الجزاء اللي كان مستهدف اللي هو يلعب لرشيد في المساحات اللي وراء حسام عبد المجيد كانت خطورة الدخلية حنيجي بس للهجمة اللي هي دي دي هجمة ضربة الجزاء متسقطة وراء حسام عبد المجيد فهنا الدخلية في الشروط التاني حتى نوقف بقى قدر كمان يطور هجومه يعني هو كان بيلعب بالبانوني وساعده بقى رح منزله سرعات كمان اللي هو نزل رشيد ونزل كروستوفر والتنين سراع فبدأت يبقى الحمل أكتر على دفاع الزمالك فهي تحيال الدخلية أنه نزل لعب جيم هجوم يعني الدخلية على فكرة كابتن على لعب عال كثيرا ما تعادل مع الزمالك والأهلي وبيلعب جيمات ساعات ممكن يتعادل ممكن يخسر في النهاية ولكن ده أعتقد أول مرة كابتن على لعب عال يبه هو اللي أكثر محاولات وهو اللي مستهدف الفوز بالتلف من ده أكيد شكرا شكرا شكرا